أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وان وان بين إلى أن العام الجاري يصادف الذكرى العاشرة لطرح مبادرة الحزام والطريق وعلى مدى السنوات العشر الماضية نفذ الجانبان الصيني والعربي أكثر من مائتي مشروع تعاوني كبير في إطار بناء مبادرة الحزام والطريق بشكل مشترك الأمر الذي يعود بالفوائد على شعوب الجانبين البالغ عددهم نحو مليارين تجوزت قيمة التجارة الصينية العربية 430 مليار دولار أمريكي في عام 2022 أي ضعف ما كانت عليه قبل عشر سنوات واستوردت الصين 270 مليون طن من النفط الخام من الدول العربية ما يمثل نصف إجمال واردات الصين العالمية من النفط الخام كما حقق الاستثمار المتبادل بين الجانبي نموا هائلا خلال السنوات العشر الماضية وأصبحت مبادرة الحزام والطريق بالفعل منفعة عامة دولية مهمة ومنصة دولية للتعاون توفر دعما قويا لبناء مجتمع صيني عربي ذي مصير مشترك